مساء الخير، أنا اسمي الدكتورة ماجدة الجلاد، استشارية نسائية وتوليد وجراحتهم واستشارية أطفال أنا بيب ما بدي كتير أحكي عن الكورونا زي ما الكل بتوقع لأنه السوشيل ميديا ما خلت لأي حدا مجال أنه يحكي اللي بدي أأكد عليه أنه المعلومات الموجودة حاليا مش evidence based يعني لسه لم يطبق عليها الدليل العلمي نتيجة قلة الوقت وقلة الحالات لكن المخاطر اللي بدي أكد عليه أنه المخاطر اللي تقع على الحامل زي المخاطر اللي تقع على غير الحمل يعني الحمل لا يشكل خطورة في حال لا سمح الله أنه الست أصيبت بالكورونا أكتر من غيرها وهذا هو المؤكد اللهم إلا أنه الانترفينشيز أو التدخلات أحيانا بيكون في إلهمة حذير نتيجة الحمل والخوف من تأثير على البيبي فإجراءات السلامة والإحتياطات المفروضة على كل الناس هي نفسها المفروضة على الحوامل بدي أعطي نصيحة مهمة أنه ما هي المخاطر اللي ممكن تستدعي أنه الحامل تروح فيها على المستشفى أو الأعراض اللي قد تكون علامة لبعض المخاطر النزف بكافة أشكاله سواء بأول الحمل بنص الحمل أو بآخر الحمل سواء النزف إذا كان مع ألم أو بدون ألم كل واحد ممكن يفسر بطريقة مرضية مختلفة بس دائما النزف يقتضي أنك تحكي مع دكتورك ويقتضي في معظم الأحيان الذهاب للمستشفى الأطمئنار يلي في أواخر الحمل هي قلة حركة الجنين أو الإحساس بقلة حركة الجنين كمان هذه تستوجب الذهاب للفحص الحالات النسائية النحلات النسائية التي تستوجب بهاي الظروف الذهاب إلى المستشفى كحالي طارقها قليلة جدا وهي أيضا النزف النزف اللي هي زي دورة غزيرة أو دم غزير ما بعد انقطاع زمني للدورة أو نزول دم مع ألام مبلحة بالبطئ قد يكون له بعض العلامات المراضية اللي تقتضي القيام بالفحص وإجراء بعض الفحصات نصيحتي الأخيرة هي نصيحة اجتماعية أسرية يا ربي تسمعوها مني وتقبلوها مني نصيحتي أنه تعلموا أولادكم قيمة الأشياء الأشياء كتيري اللي لازم يفهموا أولادنا أنه إلها قيمة أول شي قيمة الكلمة نعلم أولادنا أنه كلمة صباح الخير كلمة تصبحوا على خير كلمة شكرا كلمة لو سمحتي أو من فضلك هاي كلها إلها قيمة يعني ياريتوا إحنا فاضيا نعيد صياغة أولادنا علمهم قيمة وجود الأكل بحياتهم قيمة الخبزة حتى لو كانت ناشفة قيمة حبة الشوكولاتة حتى لو مش زاكية قيمة اللي هو الموجود لأنه إحنا في ضرب زي هذا ما مرأ علينا بتوالي الست عقود اللي أنا عشتهم في ضرب زي هذا تعلمنا إحنا حتى الكبار قيمة الأشياء وياريت نعيد برمجة أطفالنا لأنه معظمهم معظمهم فقدوا الإحساس بقيمة الأشياء علمهم قيمة احترام الدور قيمة الأدب بالتعامل حتى اللي بسوق قيمة قوانين السواءة يعني إحنا حاليا حياتنا عم تبرمج ياريت إحنا نكون تلقائيين فيما بعد الكورونا بأنه حياتنا تكون مبرمجة تلقائي ياريت ننتصر على أنفسنا وعلى عاداتنا السيئة اللي عشنا زمن وربين أولادنا عليها ونغير من عاداتنا فرصة نراجع أنفسنا مع أولادنا فرصة نحبهم ويحبونا فرصة نعلمهم شو معنى الحضن شو معنى أنه إبراز مشاعر المحبة لأمه لأبوه لأخواته شو معنى العطف شو معنى لمة العيل مع بعض شو معنى إحنا أعدتنا مع بعض استودعتكم الله الذي لا تضيعوا عنده الودائع ورب يحمانا ويحفظ هذا البلد ويحفظنا بخير ومن كل شر والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة